هاخد تعقيب أخير من أستاذ أيمن ويعني أهمية الأكل اللي دكتور غادة قالته عايزين نشوف برضو أخباره إيه في المعرض في السلاسل التجارية واليميش كمان يا أستاذ أيمن الحقيقة إنه زي ما ذكرت الدكتورة غادة إحنا بنهتم برضو فعلا في سلاسلنا التجارية إن إحنا يكون عندنا فيه تنوع في الخضروات وبأسعار جيدة جدا والحقيقة إنه كل السلاسل التجارية اللي إحنا متعقدين معها بتوفر الخضروات وإحنا بنشجع جدا إن الناس تستهلك جزء كبير من الخضروات لإن إحنا متأكدين ده في صالح صحيتهم يعني كمان السمك الحقيقة إن إحنا عندنا الوفرة كبيرة جدا من السمك سواء بنتكلم على المكرال أو بنتكلم على البوري أو البلتي وبأسعار جيدة جدا وإن كان رمضان في بداية وما بيبقاش موسم لاستهلاك الأسماك في الأواخر يمكن آه لكن ده متوفر عندنا ممكن الناس تزهق شوية في الآخر بتبتدي تغير لسمك الدواجن عندنا بأسعار جيدة جدا تقريبا كيلو ب37 جنيه المجمد فأعتقد إن شاء الله إنه الناس هتلاقي كل احتياجاتها من السلع الرمضانية سواء برضو لو حاجة بنتكلم على اليميش وعلى المكسرات وعلى كل السلع الرمضانية زي أمر الدين والزبيب والجوز الهند والكلام ده كله موجود الحقيقة كمان آآ يتميز السنادي إن مثلا أمر الدين آآ أصبح إنتاجنا المحلي منه مرتفع الجودة جدا ودي ميزة كبيرة جدا إن المستهلك هيلاقيها بسعر عادل جدا بسعر معتادل جدا بعيد عن الأسعار المغالية فيها للمستورد كمان البلح طبعا إحنا من أهم الدول المنتجة للتمر في العالم طبعا فعندنا تشكيلة من التمور جيدة جدا بأسعار يعني الحافي كويس جدا لأنه البلح وعمر الدين واليميش دي من الحاجات طبعا اللي الناس بتستنيها في الشهر الكريم وبتحب بتسمع عنها أخبار كويسة في الأسعار أنا بشكرك أستاذ أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية